بداية من شهر يناير 2022 زيادة 200 جنيه في الحد الأدنى للتأمين أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك مع نشرة إخبارية جديدة تضم العديد من الأخبار المهمة نبدأها بالعنوين ثم نلحقها بالتفاصيل الخبر الأول بداية من يناير 200 جنيه زيادة في الحد الأدنى لأجل الاشتراك التأميني الخبر الثاني من موقع فيتو وبعنوان موعد صرف المعاشات شهر يناير 2022 الخبر الثالث من المصر اليوم وبعنوان رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع يقدم تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والخبر الرابع من موقع البوابا نيويز وبعنوان معاشات شهرية وتوفير وحدات سكانية أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ دمياط تفاصيل الأخبار نبدأ بالخبر الأول من موقع فيتو وموعيد صرف المعاشات شهر يناير 2022 تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يناير 2022 لما يقرب من 10 مليون وخمسمائة ألف صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه تبدأ البنوك ومكاتب البريد في صرف المعاشات في 1 يناير وذلك بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد تمهيدا لصرفها من مكينات البنوك والبريد وكذلك من خلال منافذ شركة فوري طبقا للشمول المالي ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة في باب تأمين إصابات العمل على 6 ضوابط لتحديد نسبة العجز في إصابة العمل والتعويض والمعاش الخبر الثاني من موقع مصراوي وتحديدا يوم الأربع الموافق 29 ديسمبر 2021 خبر بعنوان بداية من شهر يناير 200 جنيه زيادة في الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني تفاصيل الخبر حصل موقع مصراوي على ضوابط قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى السنوي للأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير المقبل بنسبة 15% والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة وقسم القرار عدد المستفدين منه إلى خمسة فئات وحدد لكل فئة حد أدنى لأجر الاشتراك التأميني لا يقل عن 1400 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه في العام الجاري وبحسب القرار فإن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لفئة العاملين لدى الغير من زوي الأجور سيبلغ قيمته 1400 جنيه بداية من شهر يناير 2022 على أن يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 9400 جنيه وضمت الفئات عمال المقاولات والتشهيد والبناء وعمال الصيد وعمال النقل البري والسائقون وأصحاب الأعمال والعاملين في الخارج والعمالة الغير منتظمة وفي نهاية عام 2019 أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتاب دوري بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الذي بدأ تطبيقه وبحسب الكتاب فإن الحد الأدنى والأقصى سيرتفع بواقع 15% من أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق لو ولمدة سبعة سنوات تبدأ من واحد يناير 2020 الخبر الثالث في النشرة من موقع المصر اليوم وبعنوان رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع يقدم تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تفاصيل الخبر أعلن النائب عاطف المغوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع تقديم تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقال إن التعديلات مقدمة من 60 نائب من مختلف القوة السياسية ونصت المادة رقم 8 في التعديل على إن تتولى الهيئة إدارة السنغديق المشار إليها بالمواد أرقام 14 من هذا القانون ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتدبع رئيس مجلس الوذراء ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتيسير العمل بها بقرار من رئيس الهيئة مادة تسعة بند تسعة يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة بشكل يشكل أعلى النحو التالي أربعة ممثلين من أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة من بين مما ترشحه منظمات أصحاب المعاشات نصة المادة رقم 15 على يشكل بقرار من رئيس مجلس الوذراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضاءه عن 15 عضو من المتخصصين لاستثمار أموال التأمينات الاقتماعية بينهم سبعة أعضاء على الأقل من بين ما تم ترشيحهم من منظمات أصحاب المعاشات يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة ويحدد القرار أجور ومكافئات الرئيس والأعضاء وذلك دون التقييد بأي قانون آخر كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاثة سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط الخبر الرابع والأخير في النشرة من موقع البوابة نيوز وتحديدا يوم الأربع الموافق 29-12-2021 خبر بعنوان معاشات شهرية وتوفير وحدات سكنية أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ دمياط تفاصيل الخبر ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عدد من المطالب والشكاوي وذلك خلال لقاءها الإسبوعي مع المواطنين والذي جاء بحضور اللواء مجد الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من ممثل الجهات المعنية وإدارة خدمة المواطنين بدوان عام المحافظ والتقى المحافظ مع عدم من المواطنين واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم والتي نقشتها فورا خلال اللقاء مع ممثل الجهات المختصة كما وجهت بدراسة جميع المطالب وترحي حلول لها وأيضا بحس الحالات المستحقة لصرف معاشات شهرية من التضامن الاجتماعي وكذا توفير وحدات سكانية للأسر الأولى بالرعاية وأكدت محافظ دميات مجددا حرص المحافظة على خلق قنوات للتواصل مع المواطنين مشيرا أيضا أنه تم توجيه كافة الأجهزة التنفيذية بالتيسير عليهم ودراسة جميع الشكاوى والمطالب وتلبيتها في ضوء اللوائح والقوانين إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك شكرا لك على حسن المتابعة ونتمنى لك يوما سعيدا إلى اللقاء